The name of Allah. We start. أهلا وسهلا بكم. أصدقاء الحلوين المرتبين قسم الغالة الإنجليزية كلية التربية الأساسية وكذلك العلوم الإنسانية في المرحلة الأولى نكون هذا كتاب الصوت وهو بعنوان أثار English pronunciation وهذا يدرس في المرحلة الأولى للتربية الأساسية وكذلك في العلوم الإنسانية نبدأ بول شابتر يا حلوين نشرح الكامياء اللي هو بعنوان هذا الشابتر الأول أصدقائي هذا وان هنا معناته الشابتر الأول يقول له problems problems and pronunciation مشاكل في اللفظ شوفوا حبايبي يعني ملاحظة الطلاب المرحلة الأولى المرتبين والحلوين رأيوني أنتم أنت موشوا في الكتاب ملطوم لطوم كل شرح بالإنجليزية أنت تخاف أنه عبالك أنه هذا كل الموجود كله مهم يا حبيبي الشغلة الأبدا مهيج طبعا مهيج أبدا مهيج أبدا مستحيل إنما كل شابتر بيأكو أمور مهمة رح أركز عليها يعني مثلا تعريف معلومة تعليم على سبيل المثال هسا أنا راح أبدي لك بهذا الشرح والتتبع إياي بالكتاب عندك شوف حبيبي هسا هذا الشابتر هاي هساها introduction هاي كلها غير مهمة راح أعبرها قدامك آني تمام راح أعبرها آني هاي قدامك هاي كلها HD كلها راح فأنت شوف راح أقفان بالضبط وراح أطيق أيضا الرقم الصفحة كذلك هاي مهمة هذا أيضا مهمة هذا كذلك هنا راح نبدأ شوي أكو أكو بعض الأمور هنا حبيبي بصفحة بالضبط بيج شوف يا بيج هذا الرقم ها بالتحديد بداية بيج 6 هو الكتاب عندك شوف حبيبي بدايتها عندك فوق تأشر لهذا receive received pronunciation أو يسمونها RP اختصار حبايبي هذا تعريف تمام يا عيون انتم هذا تعريف شنو التعريف قل لك RP pronunciation عرف ليه فشة تقلت قل لها هو نوع من اللفظ يستخدم هذا وين تعريف فوقا يصير بالضبط يبدو منه المتحدثين متحدثين أصليين متعلمين وين بالضبط يكون في انجلترا في الجنوب الشرقي أو الجنوب الغربي south east England يعني هذا نوع هو تقلل من اللفظ يستخدمون المتعلمين في انجلترا تمام هذا تعريف يا عيوني هذا مهم نجل هنا مباشرة the basic sounds الأصوات الأساسي شوفوا حبيبي كم صوت احنا هن تصخن شوية شوية كم صوت عدنا باللغة الإنجليزية حبيبي عدنا 44 صوت باللغة الإنجليزية 24 أصوات صحيحة هي سميها Consonant وتبقى عندي 20 هي تمام عيوني أتباع وقصة صوت تقلل أحرف أصوات التي تقلل كل كلمة منذ أن يسموذن هذا الصوت البداية يختلفا فهنا يقل للأحرف وهنا داع من تختلف عندي فهنا داع من يقل لك المختلفة كاتب لك الآن بخط مائل الأحرف مثل هذا الشيء قرأ PR وهذا تنقرأ PR هذا P هذا B هذا T D Q F وهكذا يقول لي هذا هذا هو المقطع نفسه نفس الصوت هذا لكن أول حرف يختلف هذه معناتها حبايب هنا كلها يفسر لي يتكلم لي على صوت يعني نحن هنا يتناول كلها يتكلم على صوت تمام هنا كذلك عيودين هنا يقل لي بالاختلاف بين ذن الكلمات هذا S نقول PACE هذا BASE وهكذا ك ك يعني يقول لك الحرف الأول نفسه لكن اللي بعدها مختلفات يكون غيرا عند المعنى يعني أكو مميزات فهنا يبدو عد اشتهي يقول لي يا حبايبي سوف نجد هناك 24 اللي قلناها 24 24 ماذا ندخل الـ 24 يقول 24 24 24 صوت وين يقعن أكر يقعن يعني يكونن وين موجودات initially and finally Though they occur in other positions وأيضا يقول لك ممكن أن يقعن بمواقع مختلفة شو نسميهن اليقعن بالبداية بالنهاية نسميهن consonants فهذا أيضا تعريف حبايب هذا تعريف الـ consonants دعونا أشركم الـ consonants هذا هذا وهنا اللي هو يبدأ أيضا هنا لـ consonant 24 they are 24 sounds in English accurately and finally وأيضا يقعن هناك مختلفا نسميهن consonant الأصوات الصحيحة أنتم تعرفون أصوات العلة أنتم تعرفون أصوات العلة تمام أحرف العلة أحرف العلة أحرف العلة أحرف العلة أحرف العلة لدينا خمسة أنه محروفات أخذناها بعدين هنا أجدائق لأرى حبايب most of these sounds are presented again by letters in italic type أكر surrendered by consonant on this typical although most of them called and finally these sounds are vowels أها هاي الأصوات يجبك أيضا محاطات بـ consonant بأصوات صحيحة ياهي حبايب القصد أذنى هسا هذا الأو مثلا هسا هاي الكلب أشوفيه فوي محاطاتي بالكونسنت مناهه الصوت الاف و مناهه بالأخير عدد عل وهنا اذنه بالوسط فأذنه يقولي اذنه ماذا نسمى بنفسه احد عدد هنا البالنز يكون 20 صوت اذنه طلابي هذا سواقق جدا مهم هذا الكتاب شوفه بملاحظه دونه ينقل ملاحظة ندوّنها يمقوم عيوني بأي فصل بهذا الكتاب؟ هذا الكتاب بالتحديد وينما تلقى تشابتر شارح لك وبعدين نمطك نوتس تحوط كل هذه النوتس يعني ملاحظة هذه الملاحظة مختصرة لك كل تشابتر يعني إذا مو كله فمضيتك باللهجة العراقية يعني الزبدة مالة الكتاب يعني مضيتك الكور الكور يعني نسميها اللب الجوهر فشوفوا حظائب هنا يقل أذنّي هالكلمات مضطنيون أذنّي five these words ماذا بيهن أذنّي الكلمات؟ الخمسة يقل لي أذنّي هاب لتر R أذنّي بيهن الحرف الر تمام وينما بيهن يقل لي in many English accents باللهجات الإنجليزية عدة لهجات الإنجليزية ماذا بيهن أذنّي مثل شنو؟ مثل American Canadian Scottish Irish يقل لي R بذنّي الكلمات واللفظ يعتبرون كونسنت يعتبر كونسنت ويلفظ مثل wait but nrp received pronunciation ما معناتها؟ received pronunciation من received pronunciation معناتها PPC English PPC pronunciation هذه معناتها معناتها يتكلم لي على اللهجة بريطانية لكن هنا تختلف الوضع بالPPC تختلف ماذا تختلف؟ هذا الر بلتار present part of basic bowel unit يعتبر هو جزء من واحدة من نابر من الصوت العلة تمام يعني R بالبريطانية بالPPC ما يلفظ لماذا اللهجة البريطانية؟ ماذا قاعدتهم اللي هي الPPC أو الRP فخافي يجب لك حبايبي خافي يجب لك تعريف قبل قليل ماذا أشرنا بالبداية أشرنا تعريف الERP مرات يجب لك RP pronunciation أو يقل لك receive pronunciation أو يقل لك PPC pronunciation نفس التعريف ترى ما به هذا؟ قل له عيون هنا قل له هنا حبيبي بالPPC يختلف الوضعية ليش؟ يعني خافي يجيك سعاد يقل لك هذا الر بلتر الر بالكثير من اللهجات يكون ملفوظ وين يكون ملفوظ الر يعني إذا كان بالبداية والنهاية وين يلفظ قل له يلفظ بالأمريكية وين ما نلقانا الأفضل؟ وبالكندية وبالسكوتش وبالايرش تمام؟ يمتى ما يلفظ؟ قل له عيني ما يلفظ لدينا بالRB بالPPC باللفظ البريطاني مثل الPPC لماذا؟ قل له قل له قاعدة تقول حرف R إذا أجب نهاية الكلمة ما يلفظ إلا بعد حرف علة تمام؟ فاللهجة البريطانية الPPC أو الRP شو يقول يقول حرف R إذا نلفظ لازم بعد حرف علة أما الأمريكان والكنديين والسكوتيش والسكوتلندا والأيريش والأيرلندا يقولون لا الR وين ما ألقى ألفظة هذا هو حبيب هذا هو عيونكم غير هماكم هنا عدي شوية مهمة شوية مهمة مو هواي Letters and sound الأحرف والأصوات تعرفون حبيب الأحرف 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 كيف تكون مكتوبة؟ مثلا أقول لك أكتب لك كلمة Go أنت رأسين تجين تكتبها جي أو تمام؟ أقول لك هذا الشيء تقول أستاذ أن أحرف كيف أقول لك الصوت وعلى التين تقول أستاذ الصوت الصوت هو مقروع يعني أنا سمعة مثلا أقول أستاذ هو هذا هذا الصوت هذا التدع تقول Go هذا الصوت إذا أقول لك رأسين تقول أستاذ 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 أحسن هنا أكتبها على الصبورة مثلا أكتب لك يا بورقة حتى أقول لك يا بذن أحرف وهذا الصوت فأنا أقول لك حبيبي ما الفرق بين Letters and Sounds Letters are written خاف يجب لك أرى حبيبي أما يجب لك ما الفرق What is the difference between Letters and Sounds سجدوا حبيبي سجدوا هذه الملاحظة سجدوا هذا السؤال ما هو الاختلاف What is the difference between Letters and Sounds استطوب السدن ما غير هنمانا أو يجب لكها على أغلب فراغات يقول لك مثلا Letters are فراغ Sounds are فراغ Letters شبيهها written مكتوبة والSounds spoken هنا حبيبي أنا ما أعتقد بعد عندنا شيء مهم بها وبالأخير إن شاء الله راح أراويكم يعني شون لقيت لحظت و لقيت لكم ملخص يعني على الفص الأول بس نحن نفضل على الكتاب نشوف الكتاب شنو مهم بين أشرة وبعد اللعنة 5 different vowels sounds هاي كله هنا ذني هنا هاي المعلومة طايتها مسبقا يعني قلت لكم لدينا 24 consonants لدينا كم صوت صحيح 24 و 20 vowels خاف يجيب لك هاي ترى يجيبهم فراغات طلاب متنسون أو يقل لك كم عددهم كم العدد أو يجيب لك احتمال بين أقواس اختار لك كونسوننت عددهم 20 له عددهم 24 قلت لك 24 24 ندرنا كونسوننت الأصوات الصحيح باولز قلت لك عددهم 20 أصوات العلة و ادنى حباي بشوفوها أدنى نجينا 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 20 4 ادنى حباي بأدنى شنو اننا نسمى الأصوات الصحيح ادنى تمام ادنى ال B و ال B حبايب شوفوا هذا نسمى صوت اللي بانخطي المالين هذا محرف ممكننا بل بي لا هذا صوت هذا الصوت شنو ؟ صوت ال B هذا صوت ال B هذا صوت ال T هذا صوت ال D هذا صوت ال G تمام هذا ال Z هذا ال C هذا صوت مو حروف تمام؟ هذا شنسميه إلا تسميه هذا نسميه فونيم شنو فونيم يعني صوت؟ يعني هسه هذا المؤشر علي آني أسميه فونيم هذا فونيم ليش نين الصوت مخليه بين شارحتين خطين ما إليه تمام؟ فهسه هذا مثلا هذا هسه هذا خليه لك خط علي أجوه هذا شنو حبيب؟ راح أتقول لستاد هذا هذا حرف زينو هاذا؟ هذا استاذ صوتين بين خطين ما شون إنقرات إنقرات G وهكذا يا عيوني هذا كذلك هذا شنسميه؟ سميه فونيم فونيم شنو يعني صوت؟ هذا صوت وذن نحرف هذا الصوت مين يجي يجي من هذا الأذن اللي أحرف من LTH وهكذا راح نجي هنا يا حبيبي لدي الأصوات العلة اللي هنا دني عدد هنا 20 20 طبعا عندنا حبايب شوفوا عندنا الأصوات الطويلة راح أشتر لكم عليها هنا هنا هذا الصوت طوي لونغ فاول نسميه لونغ فاول شوف كم واحد عدي وين 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 بعد هنا وهنا كم صوت طاول لدي لونغ فاول حبايب عندي خمسة لونغ فاول خاف تجي فراغات شلون لونغ فاول عرفته؟ اذن يصير حبيبي صفق نقطين أذن ينقطين مثل هذا شون ينقرأي؟ نقرأي تلك المتفيل هذا شون ينقرأي؟ دليل الكسرة بالعربيين ما نقرأ في لونغ فاول ماذا نقرأ ؟ O نقرأ فول أو نقرأ مثل كلمة orange اللي هي البرتقالة هذا O فول تمام ؟ اللي ممتلئ احنا مراش نقول السيارة فول لا هي مو فول التانكين فول لا هي لفظها الصحيح فول هاي فول فول معناته أحمق أو أجلكم الله stupid غبي يعني معناته هاي شوان ينقرأ هذا طويل يصير فول هذا فول مثل الكلمة وك تمام ؟ فأذن الطاولات أذن القصيرات حبايا أذن الشورد باول اللي ما بيهن قطين خوش حاجي أذن بعد الصوتين سوى مطبوغات أذن بابا نسميهن ديف ثونغ الأصوات المركبة يعني أمكانات من الصوتين تمام ؟ أذن الشرح أذن ديف ثونغ أذن هذا الوحيدة أذن شوان شورد تمام ؟ شوان عرفت شورد أذن ما بيهن قطين واذن ما بيهن قطين بصفة هذا الطويل هذا شنسميه ديف ثونغ صوت مركب ديف ثونغ هذا لا مركب طبعا أن هذا فمكب بعدgendtatę ستدرسونه وتفصل شواء الله فهذا نشواء فهذه نبيته ثونغ أ horribly الشفاء بمناسبة سيد الق Leon تترجم الكثير كلمة tycker هذا الصوت هذا نقرأ مثل كلمة مثل هذا نقرأ مثل فتحة بالعربي فعل تمام هذا نقرأ مثل وين نلقى نلقى مثل مثل هسه الأي أغلب الأحيان نقرأ فش راح نقول طويلة هذا الصوت قصيرة هذا الصوت قصيرة هذا الصوت قصيرة هذا فل فل هذا الصوت نقرأ كالنماذا تقول حرف اي نقرأ هذا هذا نقرأ أو أو فو هذا الصوت هذا نقرأ فايل هذا نقرأ أو 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 كما نقول بالعربية مثل كلمة أحمد كما نقول كات مو نقول مثل هذا أو طويلة لا هذا نقول أو مثل كلمة كوت تمام قصيرة يعني ما نصير طويلة هذا الصوت الإثماني سنسمي مثل كلمة أ يعني كما نقول مثل كلمة أ لا صديق أ صديق الحج هذا فهذا الصوت أ مثل كلمة كات أ وهكذا يعني لا يصير أقول لا يصير أقول أ ولا أقدر أقول إي ولا إي لا أ كات هذا الصوت الشواء الطويلة اللي هي صوتها بالضبط بالفيرطان هيك كات 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 هذا الصوت الأي الآة طويلة هذا الآة القصيرة شوفوا هذا القطة هذا الآة طويلة شون هكذا أقوله آه كات من هنا حصله هذا شوف شباب من هنا حصله من الأي والآة شرط ما يلفظ يمتز هذا الأر ما يلفظ إذا أجا بعده حرف صحيح ما يلفظ الأر يعني ما أقرأ هسا هاي بالبريطاني اللي نسميها الربي بريطاني أو البي بي سي بريطاني الر لا يلفظ إذا بعده حرف صحيح فما أقرأها كارت لا أقرأها كارت للعر ما أقرأها هذا شون أقرأ هذا أقرأ مثل تي هذا شون أقرأ مثل كلمة تا هذا شون أقرأ مثل كلمة توا هذا إشواء شقراء بانانا ب ب بانانا هذا صوت طويل هذا الإشواء هذا الإشواء شوفوا اللي بنهاية الكلمة وبداية الكلمة دعني إشواء اللي هو هذا صوته صوته يشي يصر مو اي لا اي اي اباوت اقو اقو آقو شبه إبني أطولpat طبعا شباب شباب كما رأيكم ترى هذا أصلا أو يعني بالضبط هيشي للدخون يعني أهم شيء للدخون أنا رح أكتب المياه هنا هذا الصوت هذا هذا بالتحديد وين الأو فشوفوا شباب عيوني هذا وين هذا الصوت ليش شوفون هذا السي شون مقلوبة هذا الصوت الأو ترى هو هيش يعني ليش شوفون هيشي أناقص عادي تريد الصوت تكتب هيش بس شون قلنا احنا الصوت شبيه بين خطين معاليا نخليه فهذا هذا الأو بالنقطين ياهو هو هذا ترى شوفو مش شوفه سي مقلوبة هذا معناته أو طوي هو هيش معناته حبيبي تمام يحبا يبقل به هاي الصوت ما بيه الشي أستاذ شون تجي ما تفهم السؤال شوفان أقلك يا حبيبي أنطيك هذن الكلمات أقلك صوت لياهن كل هنا صوتهم تمام أتقلي هذا F لازم تعرف الأصوات اللي أخذناها لنوجه عليها ندني اللي هو هذا صوت ال F هيش نكتبه بعدين أتقلي A ال A هذا وينه وتكمل لياه طبعا نعدكم بنهاية البصل تمرين فهيا حبيبي شوفوا هاي الكلمات دي طنيا مثلا سأطيك هاي الكلمة قلت لك صوت لها تصوت لها هيشي هاي الكلمة هيش نطيك الصوت لها طبعا شون يعتمد حبيبي هذا يعتمد على الأستاذ مالتكم يعني هو راح يحدد لكم مجاميع لين كونك وكلماته هواي فهو راح يقلكم يا بآني راح نقلل ملعة هين مو كلهم ناخذ هين طلاب حبيبي قلبي أشروا لي هذا بعدين نرجع ليه هذا هذا أشروا ليه بعدين أنا أقلكم يا انت راح نرجع ليه بالضبط بالضبط وين عدي الحجي هنا عيون من فوركزامبول بعدين نجح هنا هو تقريبا نظرنا ليه جاي حبيبي ليه جاي أنا ليه جاي بعدين نرجع عليها فهلا خير sounds and sound groups طبعا ها تعريف sound which sound is made by definite movements of organs of speech ليه أعضاء الكلام أعضاء الكلام how those movements are exactly repeated تمام عيوني هذا تعريف الصوت واذا يقول لك يعني أرجع وأكد هاي ماطة معلومة جديدة هنا بس مجرد دقيقة لترى أن 44 40 صوت صوت عنده بالانجليزي هيا هي معنات اللي أنا المشروع أذني مثل ما قلت لكم حبيبي تشبليها فراغي أو تعريفي مثل sound شنو تقليها ما هو الحركة اللي تكون بواسطة أعضاء الكلام organs of speech and وهذا وهذا الحركة راح تسبب نتيجة شنو sounds اللي تطلع تطلع الصوت وكم صوت عدي بالانجليزي عنده 44 صوت 24 صوت صحيح و20 صوت علا هذا اللي أشرب صفحة 9 أيضا أشرب لي وبعدين أنا أقول لكم ماذا سالفته فهنا يجب علي الحبائب يجب علي الفونيم فونيم الصوت عفوا فونيم تمام ماذا الفونيم نرجع اللي هنا هو اللي يريد خطين مائلين هذا حبائب شكرا اللي أنا أخلي علي خط هذا اللي نسميه فونيم 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 كم فونيمز عدي بالانجليزي عندي 44 فونيمز يعني الفونيمز شنو الصوت يعني sound فونيمز هي نفس هاي الكلمة مع sound بس شون تقول مرادفة هنا بالكتاب ما يتعام به sound لا يسموه فعندي كم فونيمز عندي 44 فونيمز وشون ميزة عن الحرف نقل نقل نضع italics يعني بخطين مائلين حتى نقل هذا صوت هذا صوت صوت مو حرف يعني نقل تعريف تمام تعريف الفونيمز بعدين فونيم ترانسكريبشن هذا ايضا تعريف المثل هو هذا تعريفنا بعدين بالاخير اضع ملخص يعني اذا اراد راح نشوفهم شو الفرق بس احنا هنا ضروري نشوف بالكتاب شنو المهم فهنا حبايب ابدأ اقل الفونيمز ويرجعوا ذاك ال 44 فونيمز مثل دي وطبعا كل صوت حبايب يعني الا لا فرض طبعا حبايب عندنا الصوت دي والمث هذا وانا ايضا عند المهم هنا اقل بالانجليزي هذا الصوت صوت دي والصوت دي يقول لي انجل دي اقرز بتون باولز يقول لي هذا الصوت دي اذا صار بين صوتين معتليين راح يكونوا بخطر انه تحول كأنما يصير دي كأنما يصير دي تمام وش راح يصير كيف يوزيق ارباك بيانات من راح يصير هنا ارباك بيانات من بريدين وراح يصير بيانات من بريدين راح يقول لي هذا راح يصير صوت دي يمتى يصير بخطر اذا صوتين اذا جبين صوتين عليها وصوتين عليها وهذا اي الطويل و اي هذا مثل كسرة رخاف يجب لكم ايا هنا هذا الاش يصير بمشكلة صوت دي والثي يكون انه بخطر اتقل له حبيبي اتقل له يا عيون انتم اتقل له صوت دي اذا جب بين باول صوت ينعلي يكون انه بخطر كأنه ما راح ينطق مثل الاذ بالعربي هذا صوت الاذ اتقل له اتقل له هذا مثال عليهم اذن ها هي بعد ما اريد متاعكم هذا يعني words and الاتفرانس الكلمات والاتفرانس والنطق مالتن يعني راح نشوف يعني first the most review not smoothly without hesitation الاتفرانس ناعده يقل له مثل الكلمات بالبداية هاي second وعده مطين for مطين اربع نقاط عليهم ايضا بعدين نفسرهم نجحنا للتمرين اللي هو جدا مهم شوفوا حطيبي هاي صيغة السؤال يقل لك write 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 words the words هذا منطوق السؤال الطلاب اللي يسئلون عن صيغة السؤال هاي حبيبي هاي يقل لك write the words اكتب الكلمات infonomic transscription يعني الرمز الصوت يعني انطيك كلمة انت الصوت لياها تمام شون اسمثل على سبيل المثال اعطيك هاي الكلمة قل لك صوت لياها انت شون الصوت لياها على صوت تسوي لي خطين مائلين وتقلي لي هذا الصوت شنو هذا الصوت شنو وهكذا هذا منطوق اذن الكلمات شوف شباب اذن منطق اذن منطق تصوتي لياها كاملة ان احل لك واحدة مثل السائل كلمة cut احل لك وابين لك شنو الشغلة شنو ستصير هذا حبيبي شوف السائل الكلمة اللي أنا متأشرها هذا اكتب write words قال phonemic transscription هذا يعني نصوتها الكلمة cut كت شون الصوت هذا الصوت ك متعرفون حبيبي السي يمتع لفظة سي ويمتع لفظة ك لفظة سي اذا اجابا اي اي واي غيرها لفظة ك هذا الصوت كت ا ا ا ا ات كت هذا الصوت اذن نسميه phonemes اذن شنو لا ترز اذن نحرف اذني اصوات وبقية الكلمات كذا شوفوا انتو الاستاذ منتكم شا رح يأشر لكم يا عيوني وايضا ان شاء الله اذا صار المجال سأسوي لكم فيديو مختصر عن الصوت يعني معلومات يعني مثل ما تقول شون الاساس انطلاقها لكم ان شاء الله سأحصل مجال سأسوي لكم هذا الفيديو انه كل صوت شون نلظه وين نحصله تمام مثل صوت ويني نحصله من احصله من الكي من حرف الكي وحصله من حرف السي شون هسا هدا شوفوا حصلت يا حا صوت بك وحصله من يحرف بعد من صوت من الكيو اقول مثل كلمة كوين وهكذا هذا السؤال مهم هذا اهم ما موجود هذا الشابتر الاول هل نجي نفسر شو به مهم حباي بتعاريف خوش وبي اذني وبي هاي صيغة مات السؤال جدا مهمة يعني شقد ما قلكم هاي مهمة هاي الصيغة اللي انا نمشر عليها مهمة حياء الصلاة يجي بالفاينال وهسا وبكل مكان يجيب لك ياها يطيق كلمة يقول لك صوت لياها او هو شوف الستاذ شون تفقياكم هنا شوف دا يقول لي how many phonemes are in English يقد عندي how many phonemes are there in the following words هنا تحسب لك كم phonem عندك يعني مثل كلمة write الا الصوت يا حبيبي يلا تعرف احنا بلغة انجليزية كم phonemes عندنا 44 ثم نجي هاي كلمة write عندي بها بالضبط ثلاثة اي ثلاثة ثلاثة الر وصوت الاي تعرفون اي هو صوت الاي اللي هو الاي يعني خطين هنا نلفظة i وعندنا صوت t هذا الفوني ليس تحسب لحرف تقول واحد ثلاثة اربعة خمسة لا حبيبي تحسب لصوت الصوت الو هنا ما يلفظة دابع دار فش نقرأ write فعنده هنا ثلاثة فوني وهكذا اللي هنا حبايا بقلبي وصلت وياكم هذا الشابتر الثاني بدينا بي هناك طلاب خطيئة حد لانه ما يدر انه عندنا شابتر ثاني هذا ما بي شابترات يقول لا حبيبي شابترات بفصول هزا الفاصل اواني كملتلكم هذا الفاصل الثاني نرجع الى الملخص اللي انا قلتلكم هذا حبيب الملخص هذا بحثة ولقيته شابترات انه مهم عندي لترز و ساوندز الى حروف و الأصوات تمام مثل هذا الحرف هزا عندي شى اللي فض شو اللي فض مرات ج مرات ق مرات ج يقول لك الصوت واحد يمثل احتمال اكثر من حرف في المساعة صوت الكي قلت لكم منين يجي صوت الكي يجي من السي ويجي من الكي ويجي من الكيو اللي هو هنا حباي بشوفه طبعا انا شرحته بدون والله بدون ما انتبه انه هنا عنده هذا الكي هذا شوفه من الكي ومن السي مثل كار ومن الكيو وهكذا شن الفوناتكس هذا حباي فوناتكس شن معناته هو العلم اللي يهتم بالاصوات انه شون الصوت يكون انتاجه وشلون يكون استلامه طبعا انتاج وانتقال وشون ينتقل الصوت وشون يكون استلامه شن الفونيم هذا الفونيم اللي قلت لكم عليه الفونيم هو هذا مثل صوت الكائب بين صوتين شارحتين يعني هو الصوت قصده تمام اللي اشترت لكم عليه مساعة قلت لكم هذا مو حرف هذا الصوت في هاي معناته فوناتكس بعدين ده قلت لي برانشيز اللي مساعة قلت لكم راح يشردكه هذا التقاسيم حباي بارتكالاري فوناتكس اللي هي اللمطية وعند السمعية كل واحد تعريفه وين يدرس فوناتكس ترانسكريبشن قلت لكم شباب رقزولي علي اشروليا بعدين نرجع لها وهذا تعريف حبيبي فوناتكس ترانسكريبشن اللي هسه وقال لكم يابا فوناتكس فوناتكس ترانسكريبشن اللي هي الكلمة اللي نكتب بها الاصوات يعني يوطيك كلمات تكتب للصوت ما لاته رموز هاي سمبلز رموز مني مال بيرز حبايب مني مال بيرز شنو معناته حبايب هاي اكو كلمات كل الأحرف يشابهن بس اكو حرف واحد متغير او عفوا صوت واحد متغير يعني مثل شوفوا حبايب هاي هاي الكلمة كيم وقيم شوفوا هذا هاي تشابه تمام اذن حرف هاي تشابه الاخيرة كلها بس حرف واحد يتغير فاش نسمي ما اذن مني مال بيرز قل يابا اذن كلمات يتشابهن بكل الأصوات لكن صوت واحد بيهن مختلف ها مثل عندك هذا مثال وكل تعريف الطي مثال عليك متعيشون السلموم حبايب قلب قوهاته وعذروني عنا طولت عليكم بس هنا حتى اريد اوصل لكم فكرة لان اغلب الطلاب خطيئة راسي لوني تايخين بالصوت ومسوي لهم الاستاذ معظلة ومسوي لهم يا علم الفانوس تمام فالأمر لا يتطلب هي في اساتذتنا لاحب عين كل مكان وتكاطاتنا الله يحفظكم هلا هلا بالمرحلة الأولى لان طلاب جدد يعني جديدين على القسيم حاولوا تفهموهم احنا نعرف جيدا يعني انتم مقصرين والله يطول بعماركم ان شاء الله يحفظكم لكن انزلوا المستوى الطلاب اكثر بعد يعني فهموهم قل له هذا السؤال هي شي يجيب قل له هذا المهم لا تعقدون الأمر عليهم بعديا بالمرحلة الثانية استاذ شدوا عليهم الله يحفظكم ويفقكم ان شاء الله يا رب اساتذتنا لاحبة وطلابنا بالمرحلة الأولى الله يحفظكم ان شاء الله داعتكم اي استفسار او اي سؤال اغلبكم يعرف المعرف مالتي والجروب مالتي على التليجرام يقدر يرسلني او يعلق لي اسفل الفيديو باليوتيوب وان شاء الله داعتكم في امان الله